صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله رعا قرار رقم 4 لسنة 2016 بعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة جافي أنه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من السيد خالد عبد الرحمن اسحاق ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة بدرية يوسف الجيب ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأنسة ماي حسن العسمي ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العقيد مونة علي عبد الرحيم ممثلا عن وزارة الداخلية السيد خالد محمود السعيدي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم السيدة رنى أحمد خليفة أحمد ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة المحامي العام الشيخة نورة بنت عبد الله ممثلا عن النيابة العامة السيد علي حسين خليل ممثلا عن وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب الدكتورة إشراق عبد العزيز العامر ممثلا عن وزارة الصحة السيدة إيمان محمد السعد ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السفير توفيق أحمد المنصور ممثلا عن وزارة الخارجية الدكتورة شيخ أحمد عبد الله الجنيدي ممثلا عن جامعة البحر السيدة إيمان فيصل جناحي مثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة السيدة فوزية محروس المحروس ممثلا عن الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة السيدة منال علي قطب العوضي مثلا عن جمعية أمنية طفل